أنا هندل بنا 37 سنة مسكندريا ومصابة حروب المديرة بتاعت المكان بعد مشتقلت حوالي أسبوع جات قالتلي معلس أنا أسفل ومش حابة أن أنت وجودك وكل معاينة عشان خاطر فيه طفل بيخاف من إيدك وبيلق جدا بلغ بلده ووالده جاء قال أنه يعني هي مسيه ودا كده حتخليل المكان يخطر والناس ما تبقاش يعني الولاد هتحتمش من وحتطفش من حضرنا يعني بسببك فقبت المشهورة أن أنا الموديلنج بتاعت اللبس والاكسترز وشفت دوب بقى بره على صفحات الإنترنت وكذا لقعات أن فيه موديلنج ناس بتغني في أمريكا نجود تالنت الناس كتير أي مصابين حروق الناس بتعمل معهم عادي هنا مش عادي يعني أنا أولا قلت أن أنا موديلنج وأن أنا بعمل أكسترز وبلبسها وبصورها الناس كذات نفسها لأ ما تحطيش إيدك لأ مش عارف إيه لأ أنت حطها عشان تصعبها عليه يعني الناس بتاخدها بشكل آخر جدني مقايا جميعا نحن يكون إن إحنا عايزين وإن إحنا مضيف حياتنا صعب 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 لاني قبل سنوان أدار أنا حنان أشرف أنا بطلة نفسي أنا صغيرة عشان ما كنتش شايفة شكلي خالص يعني أفضلت لحد تلتع سنوية زي ما بيقولك ما بصتش في مراية خالص ولا كنت بصصور يعني أنا ما كنتش يعني السورة اللي بتاعت الابتدائي دي كنت صورتها قبل ما خش ما كنتش عارة شكلي حقيقي موسيقى